السلام عليكم تخيل أنك كنت تسرى وبالك واحد ببوضة وجهك الفضول تحسب الطول دياله ولكن ما عندك شكيفات وهو تقدر تجيب واحد المتر طول وتتعلق فيه ولكنه قد تستق معلق فيه من فلق وترك غاسك وشكينة شي طريقة أخرى تخليك تحسب الطول دياله من البلاستك قبل ما نجاوب على هذا السؤال ما تنسوش خودكم في فلسطين والسودان وفي أماكن خارة في العالم دعو لهم بالرحمة والستمر في المقاطعة فهي الضعف الإيمان بسم الله وعلى بركة الله تعالى وهذا ما ينتج عنه الظل اللي كان في الأرض ولكن في نفس الوقت حتى البطل اللي حدائيا حبس الظل اللي جاي من الشمس من أنه يكمل طريقه وبالتالي هو عنده الظل وهنا تتجلى واحدة من الروائع الرياضيات لحقا شدك اللحظة اللي وقفها أن البطل الزاوية لأشعة الشمس جاي تضرب فيها بها هي نفس الزاوية لأشعة الشمس تضرب في البطل بها وبسبب حاجة بحالكة غنقدروني لعبو بخصائص الهندسة كيف ما بغينا عادي مذللات اللي تشكل عن طريق طول ديالي والظل ديالي وذلك الخط الوهمين لما بين الراس ديالي وزيلзل ديالي أع بالضبط هنا ي تمجز لماذا عنده نفس الخصائص لاحقش نسبةnde لغا بوش للاع تضيع ذيالا سيكون متساوية ما فهمتيش إياك أولا شن هو تعريف النسبة الغاببوغ النسبة ببساطة هو حاصل القسمة ديالكمياتين متشابهتين من أجل المقارنة بمنا مثلا جوج على خمسة تتسوي 0.4 هات 0.4 تتسمى نسبة غاببوغ يعني شحال النسبة ديال عدد جوج في العدد خمسة كينب نسبة 0.4 أو 40% ما فهمتيش ما زال إياك ها أنت أنا نعطيك مثال آخر أعتبر أن ذاك العدد اللي في المقام هو عدد السكان اللي في غزة واللي يقدر قبل الحرب شجوج المليون تقريبا واعتبر أن العدد اللي في البسط هو عدد شهادة اللي قتلهم الكيان الصهيوني واللي أكثر بشوية 6.000 الله يرحمهم ويتقبلهم جميعا نخليهها في 6.000 وبالتالي لقدرتي شوية الاختزال ما بين البسط والمقام غا تلقى هاتش تسوي 3 على 100 أو 3 من 100 وهذا يعني أن النسبة اللي يستشهدوا في غزة هي 3 ديال الناس من كل 100 إنسان أو 0.03 أو 3 في المياه من إجمالي سكان قطاع غزة وهذا يعني أنه لكل 100 إنسان في غزة 3 منهم ستشهدوا من طرف الكيان الصهيوني وما يجيك شهادة العدد صغير راه كبير بزاف تخيل 3 في المياه مساكنة المغرب إلا افترضنا أن المغرب فيها 40 مليون هذا يعني 1.2.000 بنادم الله يخط فيهم الحق وفي اللي تعاونهم ما عليناش هذه الكتابة ديال 3 جوج نقاط 100 هي التعبير الرياضياتي على النسبة أي 3 لكل 100 دابة وحدة من أوائل المبرهنات اللي قريتها في حياتك هذه المجموع الضويا تتساوي الأمة وفي حالة المثلات قائمة الضوية تعج 봤ة أن زوايا القياسها هو 30 درجة هذه المثلات قائمة وبهما تتساويبت هذين الذين يبقوا المجموعون الذي سنيقومونون به أي زاوية couss马اه سابقين كما هذه اللغة في الحلقة الفيتر بكثلاته في حالة الوقت توجد بلاحظات خائمة الضوية وبالتالي يطلعت نصر يتمون الضوية قياسه 90 درجة و الاكتشاه قد발 الاشياء الشمس ضربة فيها في البوتو تدخلي الزوية ذي 니É البر exponent مع أشياء الشمس تا هما متساوية فهذا كانوا هذا الجو زوية متساوية وهكذا Cell جو زوية هما متساوية كان هذا الجو زوية مجد أن يكونوا متساوية فهذا الحالة من أن يكون مع有一 كما في المثلات في الأصcamp وذا كان الطول القصر أضلع ديالهم مختلف فتنقول للهما بكي تأثير هذه المثلاتين أنهما متشابهان و للي شابه هو أنه إذا أخذت طول وقسمته على طول ظل وهذا الذي قلنا عليه قبل أن تسميته النسبة أو الغاب بوق النتيجة هذه النسبة ستكون هي نيت إذا أخذت طول وقسمته على طول ظل وتستطيع تأخذ أي نسب من هنا ومن هنا وسأتجد نفس النتيجة فيهم بجوج أجهد أن نعود كل شيء بقيمتها لأن نعود كل شيء بقيمتها سيخرجنا هذا التناسب لقدامك لكي نحسبه طول ظل وبالتالي ستضرب الطرفين بجوج في طول ظل لكي يتحييض من الجانب التي فيها طول بوتو ويقع عليك الشيء الذي قدامك وبشوية الحساب ستجد طول بوتو هو هذا الذي قدامك طبعا هذه القيمة تقريبية لقد قدرت طول ظل والطول ظل بيته حسبه غير الخطوة للجدي ولكن كمعايش يحسبنا العبارة بدك ستجد أن تحسب طول ظل بيته غير طول ظل بيته وطول ظل بيته بدون الحاجة لأنني نلعب دورة القرد ونتعلق فيه هذه الفكرة النسب الثابتة لغابو كونستون أو كونستانت ريشيوز اللي كينا في المثلاتات قائمة الزاوية هي القلب لعلم المثلاتات أو لحساب المثلاتات ستريكونوميكي نقصه شي شوية من الغرف اسمه ونضوزن لغات الرياضيات هذا اللي قدامك هو مسادة قائمة الزاوية ذاك المربع الصغير بالأحمر في المرسوم تقول لنا أن هذه الزاوية هي زاوية قائمة ونقل الضروة دا بيز شي زاوية من الزاوية بجوز اللي يبقى وليك ونأخذ هذه اللي في التحت باش نتخيلوها بحل المثال الشمش والبطول الظل ونسميوها ألفا عقلتها لاش نقولنا على تسمية ديال الزاوية إلا اللاره الحلقة الفيته تتسنا فيك رجع تفرج فيها وغا تستفد إن شاء الله تعالى المهم نقدرون نعطيه اسمية للجميع للأضلع ديال المثلات لديهم ذاك الزاوية أولا الواتر وهو الأكثر تميزا في الأضلع بثلاثة لحقاش هو أطولهم وتيكون دايما مقابل الزاوية القائمة واقف قدامه ثانيا الضلع المقابل وهو هذا الضلع المقابل مباشرة مع الزاوية ديالنا ألفا ثالثا الضلع المحادي أو المجاور وهو الضلع اللي كي ينحدث الزاوية ديالنا ولكن ماشي الواتر الضلع الآخر اللي تنهضروا عليه اللي أقصر من الواتر دا بأهم النسب اللي غابوغ اللي كينين في علم المثلاتات الطريجونيوميتري مبينية على هذا الأضلع بثلاثة الواتر والضلع المقابل والضلع المحادي شيء ستتطور الا Новواتر لا يمكن أن تحدثي بالسين والكوسين والطنجون والكوسين والعاصر الزاوية hugs على الوتر. والطنجنط الزاوية الفا هو النسبة للضلع المقابل للزاوية ديالنا على الضلع المجاور للزاوية ديالنا. ايش حال تساوي قسمة الضلع المقابل على الضلع المجاور. ده اللي تميز الرياضياتي على الانسان العادي. هو انه دايما تطرح السؤال. شنون قدروا نديره مازال? والسؤال يقدر يستطيع قبل ما نكملوه الهدراء. شنو يقدر يوقع الى اقرب لها هذه الكوصور. الى اقرب لها هذه الكوصور سنخرجه في نسب مقلوبة. واللي احتها مهمة بالزاف عالم المثلات ال� Bangladesh لدرجة انه لا اطواها اسمية بهم فانسبة سن مقلوبة غيرت اعطيك واللي هو الواتر على الضلع المقابل ونيسبة القوصين مقلوبة غيرت اعطيك السيكون واللي هو الواتر على الضلع المجاور. ونسبة مقلوبة غيرت اعطيك القوطنجن واللي هو الضلع المجاور على الضلع المقابل. هذه النسبة مثلا هستعملناها اقليس مش غيرت يتود طول فحرفياً درنا الضلع المقابل للزاوية اللي ضرب فيها أشعة الشمس اللي كان هو الضلع المجاور للنفس الزاوية اللي كان هو طول ديال الظل ديال بوتو وبالتالي استعملنا الطنجونط بلح تما نسميوه ما يمكنش نهضروا على هاد النفسة بستبلامنش بدون أسماء ديالهم بالعربية وخصوصاً أن المسلمين والعرب كان عندهم إسلامات كبيرة في علم حساب المثلاتات تريكونون مكري فمثالاً تقولوا أن السين واللي الأصل دياله بالعربية هو كلمة جيب أول واحد تطوره كان يعلم رياضية هندي سماه جيب واللي تعني وطار القوس هذا اللي تتشد به السهم قبل ما تتلقوه من العلماء الرياضية المسلمين جاوية ترجموها هاد الكلمة العربية ترجموها الجيب ومع كثرة الكتابة دياله هاد الكلمات حولت الجيب واللي ولا تتقرأ جيب واللي هو الجيب اللي تتعرفوه ذا بنيت المضحك في الأمر هو أن الأوروبيين من بغاو يترجموها تشي اللاتينية ترجمو كلمة جيب العربية ومشي الكلمة الأصلية الهندية جيب وجيب باللغة اللاتينية هي اللي تقوله لها بالنسبة للقوسين الأصل العربي ديالها هي جيب التمام التمام في العربية يعني المكمل أو المتمم وبالتالي جيب التمام تتعني جيب الزاوية المتممة وهذه تسمية جد دقيقة لهذه النسبة نحقاش في مثل تقائم الزاوية نحن عارفين أن الزاوية بجوج اللي مشي قائمين إلا جمعتهم بجوج غيطوك 90 دراجة كيفما قلنا قبلت أن اسمتهم زاويتان متتامتان وبالتالي القوسين ديالوحدة تساوي ببساطة السين ديالالاخرى المتممة أي قوسين ديالالفا تساوي السين ديالتسعين ناقص ألفا والأكس ومن الينجا والأوروبيين يترجمو هذه النسبة زادوا ديكو لكلمة سين واللي جي ايام لكلمة كامبليمنتوري أي المتمم فكوسين هي ترجمة حرفية لكلمة جي بالتمام العربية أما بالنسبة للطنجنط فالأصل العربي ديالها هو الظل وهذا الشي مرتبط مباشرة بالمثال اللي بدنا به الحلقة فمفهوم نسبة الظل أو الطنجنط وصلوا لها علماء رياضيات المسلمين من خلال متابعة طول الظل اللي تلقيه شي جسم ما تماما كيف مادرنا تحنايف المثال الأولاني ديالنا جديد بالذكر أن الكوسينيوس والسينيوس كانوا معروفين لدي المسلمين اللي حكاش يخدموا بيوم الهنود قبل ولكن النسب للربعة لآخرين يعني الطنجنط الكوطنجنط السيكون الكوسيكون كشفوهم المسلمين لأول مرة وما كانوش مكشاش فيه من قبل وخصوصا الخواريزمي وأحمد بن عبد الله المروي المعروف بيحبش الحاسب أيضا ما يمكنش تجيبت حساب المثلات التريغونومتري بل ما تجيبت محمد بن جاهر لبالتاني واللي كان أول واحد حط العلاقات ما بين النسب بستلي ذكرنا هم قبيلات أيضا جاء أبو الوفاء البوزجاني وستعملت دائرة المثلاتية لأول مرة باش يعرف بهذا النسب بستبوستها وفي هذه الفترة بزعفت العلماء المسلمين من أمثل أبو محمد الخجندي وأبو نصر منصور بن عراق وأبو الريحان البيروني وعمر الخيام وخدموه على النسب المثلاتي بشكل مكثف ولكن كانوا دايما تيربطوه بعلم الفلك حتى جانو صير الدين طوصي واعتبر لي أول مرة أن حساب المثلات التريغونومتري هو تخصص منفصل تماما لعلم الفلك أيضا قانون جايب التمام الوضع قوسينيوس ما زال لي الآن تتسمى بمبارهنات الكاشي تيوغيم دالكاشي نسبة إلى عالم الرياضيات المسلم اللي عمم مبارهنات فيتاقورس المعروفة المهم هذا الموضوع طويل بزاف وخصو حلقات خاصة وسلسلة خاصة بعلماء رياضيات المسلمين وإسهاماتهم العبقرية في الرياضيات ولكن يخصو بزاف ديال المعاونة والتقلاب الله يجيب لي عون فتش آمين دبا باش عرفنا هذة نسبستة ولا بد تكون بنا تمشي علاقات اللي كتجمعهم والرياضيات كلها بنية العلاقات ولكن خصونا شي حاجة ولا شي بداية للي باش نبدأوا منها ونطلقوا منها واللي هي مبارهنات فيتاقورس واللي تتقولك بأن أمربع زائد بمربع تتساوي السمربع غا تكون شفتي هذا المبارهنات تطبطي ففي أي مثلات قائم الزاوية مجموع مربع الضلعين يعني الضلع الأول A مربع زائد الضلع الثاني B مربع تساوي الوتر سمربع الضلع A هو الضلع المجاور للزوية ألفا والضلع B هو الضلع المقابل للزوية ألفا والوتر هو الوتر وبالتالي نقدروا نكسب المبارهنات هكا بحيث أن OP هو الضلع المقابل وأج هو الضلع المجاور وهيبو هو الوتر قد لكم قبلت أن الكيمييز الرياضيات على الإنسان العادي وانه دايما تطرح السؤال شنون قدروا نديروا مازال تابا شنون غيوقعي لقسمنا هاد المعادلة الكاملة على الواتر مربع غيولي عندك اشيلي قدامك خرج المربع البرا فيهم كاملين غيبقى لك الضلع المقابل على الواتر لكل مربع زائد الضلع المجاور على الواتر لكل مربع هادشي تسوي الواتر على الواتر لكل مربع يعني ان داك المجموع تسوي واحد لحقاش اي حاجة قسمتها على راسها غصتك واحد ولكن سنة مشي قلنا ان الضلع المقابل على الواتر هو نسبة للسين وان الضلع المجاور على الواتر هو نسبة للقوسين وبالتالي منين ستعود ستخرج في اهم متطابقة في حساب المثلاتات تريغولومتري والتي هي السين مربع زائد القوس مربع تسوي واحد والتي تسمى متطابقة في داكورس المثلاتية لدونتي تتريغولومتريك بيتاغوريسيا والتي صالح لأي زاوية كيف ما بغا تكون او تاني تسنة ما يمكنش تنساو التنجنت منخدموش به كنا ان الطنجنت تساوي الدلع المقابل على الدلع المجاور وبالتالي لاقسم اللح لدينا البسط و المقام للواتر اشاهقي فايسة غا تخرج البسط ما هو الا السين المقابل على الواتر والمقام ما هو الا الكوسين المجاور على الواتر وهذا القليل يخرجنا في متطابقة مهمة في حساب المثلاتات هو ان الطنجنت تساوي السين على الكوسين نحبسو هنا؟ لا مجج نرجعو لذلك المتطابقة السين مربع زائد كوس مربع تتسوي واحد ونقسمو كل شيء extensiones 4 طبعاً نستطيع أن نقسمه على كوس مربع وفي المثلاتات القوس سيكون تساوي 0 المهم سنخرج الأس برا فيهم كاملين وبالتالي سألقى أن أول حد هو سين على كوس لكل مربع والسين على الكوس تشاهدنا بأنه تساوي طانجون انظر إلى تحت وبالتالي لحد الأول هو طانجون مربع والحد الثاني هو واحد وهي تساوي واحد على كوس مربع والتي هي النسبة المقلوبة للكوس أي السيكون أي أن طانجون مربع زائد 1 تساوي السيكون مربع ونستطيع أن نقسمه على سين مربع في المتطابقة المثلاتية ونخرج في أن 1 زائد الكوتنجون مربع تساوي الكوسيكون مربع عندما نرى أن نساب العلاقات المهمة لبناتهم أجل نرى ما العلاقة بالزوايا نأخذ المثلات قائمة الزاوية متساوي الساقين هذه المثلات طول الضلع المقابل تساوي طول الضلع المجاور يعني A تساوي B نقوله تساوي بجوج واحد وبما أنها الأضلع بجوج متساويين فحتى الزاوية بجوج للداخل سيكونوا متساويين وبما أن المجموعة لهم يخص يكون هو تسعين درجة نحقش كيف ما قلنا قبلش ونعود نقوله أنهما زاويتان متتامتان فباش يكونوا متساويين خص ديك تسعين نقسمها على جوج يعني خمسة واربعين درجة لكل زاوية لباب التصبيق مبرانات في طاقورس سيكون عندنا الضلع المقابل مربع زائد الضلع المجاور مربع تساوي الوتر مربع وقلنا أن أطول الأضلع بجوج هو واحد أي أن واحد مربع زائد واحد مربع تساوي الوتر مربع أي أن الوتر مربع تساوي جوج ومنين ستحيد ذاك المربع عن طريق إدخال الجذر مربع على الوتر وعلى جوج ستلقى أن الوتر تساوي جذر مربع جوج وذا بنحسب النساب الزاوية 45 درجة قلنا أن النسبة السين تتساوي الضلع المقابل على الوتر أي واحد على جذر مربع جوج وقلنا أن النسبة كوسين تتساوي الظلع المجاور على الوطر أي تهي واحدة لجد المربع جوج وقلنا أن النسبة الطنجون تتساوي الظلع المقابل للظلع المجاور أي واحدة لا واحد اللي هي واحد وهان تبديتي تتعرف كل حاجة من نجات بلا ما تبقى تحفظ في القيام تقدر توليك بدوم غير الراسك ده برسم واحد المثلات متساوي الأضلع يعني الأطول لأضلع دياله كاملة متساوي نقوله طول الأضلع دياله بتلاتة هو جوج ولكن هذا المثلات ترى ما شي قائم الزاوية ما يمكنش يكون عدة مثلات قائمة الزاوية ومتساوي الأضلع في المثلاتات متساوية الأضلع جميع الزاوية ديالها في الداخل تتكون تهيئة متساوية وتتساوي 60 دراجة فاشي لا جمعتهم مثلاتها غيرتعكم 180 واللي هو مجموع زاوية أي مثلات المهم سير للراسلي في الوسط الفوق وارسم مستقيم عمودة يقطع هذه المثلات إلى جوج مثلات قائمة الزاوية ومتطابقة مع بضياتها سوف ترى هذه المثلاتات في جوج جدا لو ترين فيهم لها بالعلاء الأزرق تساوي جوج والقاعدة كل واحدة فيها تساوي واحد يستغير أن نقصها بالأرض من العشاب والزاوية لكل مثلات من هذه Jerry هستESS الزاوية القائمة بتساوي 90 درجة والزاوية التي تحت بتجوج في طرفي المثلات بجوج يتساوي 60 درجة وأخيرا الزاوية الفوق التي قسمت على verse وعطنا لكل ثلاثوي تساوي 30 درجة في جوج نأخذ المثلة إلى اليمين وأي حاجة درنها على هذه المثلة تقدر الدرع على المثلة الآخر المهم الواتر قلنا تسوي جوج والقاعدة تسوي واحد قلنا نحسب الارتفاع ياك غالحسبه بمبرانة في طاقوس القاعدة مربع زائد الارتفاع مربع تسوي الواتر مربع ولكن أنا اللي ما عنديش هو ذك الارتفاع ذك بي وبالتالي الارتفاع مربع تسوي الواتر مربع ناقص القاعدة مربع أي الجذر مربع ديالجوج مربع ناقص واحد مربع اللي هي أربعة ناقص واحد واللي هي ثلاثة وبالتالي الارتفاع تسوي جذر مربع ثلاثة وده بعدنا كل شيء بالنسبة للزاوية للقياس ديالها 60 درجة النسبة السين تتسوي المقابل على الواتر المقابل هنا هو الارتفاع أي جذر مربع ثلاثة وبالتالي السين ديالزاوية 60 درجة هو جذر مربع ثلاثة على جوج والنسبة قوسين تتسوي المجاور على الواتر والمجاور هنا هو القاعدة أي واحد وبالتالي القوص ديال الزاوية 60 درجة هو واحد للأجوج والنسبة الطنجون تتسوي المقابل على المجاور أي جذر مربع ثلاثة على واحد واللي هي جذر مربع ثلاثة بالنسبة للزاوية للقياس ديالة 30 درجة النسبة السين تتسوي المقابل على الوطر المقابل هنا هو القاعدة أي واحد وبالتالي واحد للأجوج والنسبة قوصين تتسوي المجاور على الوطر والمجاور هنا هو الارتفاع أي جذر مربع ثلاثة وبالتالي جدر مربع ثلاثة على جوج والنسبة الطنجون تتساوي المقابل على المجاور أي واحد على جدر مربع ثلاثة وهنا نجبدنا لك القيام للنسب الصين والقوصين والطنجون ديال الزاوية ثلاثين وخمسة واربعين وستين في أقل من رمشة عين إلا ما أقلتش عليهم تفكر كيف ترسمناها دمو ثلاثة تقسمناهم وغاتل قراسك ناضي كناضي إن شاء الله تعالى دبا ماذا عن الزاوية زيرو تخيل أنك في دمو ثلاثة تقائم الزاوية هذا الظل المقابل للزاوية ألفا سيصغر وتقرب الزيرو بالزبح حتى ما بقيتش قد تميزه على الزيرو وبغينا نحسب النسبة للسين للزاوية ألفا قلنا أن السين هو المقابل على الواتر هنا يا طول الظل المقابل سيكون تقريبا زيرو تقدر تكون زيرو والواتر سيكون يساوي الظل المقابل ولكن ما أعلنهاش غير ما يكون يساوي زيرو سنخرجوا في زيرو مقصوم على عدد وبغي نعطينا زيرو وبالنسبة للنسبة выясن قلنا أنه Blockchain هو المجاور على الواتر طول الزل المجاور سيكون مثلا إذا شاء الله respondsين يبيغ البحيق nove تقاسه الزل المقابلrev أو الطول اي تقريبا م يتح bid وبالنسبة للعجنت00 المقابل على المجاور واللي هي zero على الضلع المجاور واللي ستعطيك هي zero هذا الشي اللي درنا دابه هو النهاية لا لميت وخامك تبناهاش لحقاش هذا النسب السين والقوس والطنجن تكونوا غير في المثلة تقائمة الزاوية وما كانش في المثلة تقائمة الزاوية في شي زاوية تتسوي زيرو وبالتالي تنستعملوا النهاية رجع تفرج في هذا الحلقة باش تستمتع مزيان ان شاء الله تعالى ودابات الشي اللي درنا هنا هذا المرة تخيل أنك في المثلة تقائم الزاوية وذلك الضلع المجاور للزاوية ألفا يعني الضلع أ ستعطي صغير حتى توليت قريبا تسوي زيرو في لاجينا نحسب النسبة السين ديال الزاوية ألفا أي المقابل على الواتر هنا هي طول الضلع المقابل ستتسوي طول واتر وبالتالي يجوج أطوال متساوين وحدا مقسم على الآخر ستعطيك واحد وبالنسبة للنسبة السين ديال هذه الزاوية أي المجاور على الواتر هنا هي طول الضلع المجاور أهو زيرو وبالتالي زيرو مقسم على أي عدد غيرتك زيرو وأخيرا بالنسبة للنسبة طنجون قلنا المقابل على المجاور ولكن الضلع المجاور والتي ساوت قريبا زيرو وما يمكنش تقسم على زيرو وبالتالي ما يمكنش نجبط الطنجون ديال الزاوية تسعين مستحيل يا أخي غير ما تحاولش باركة على هذه الحلقة سخسخت ولكن تستحق صراحة الله يرزقنا الجود والقدرة باش نكملوا فاتشي ورزقنا باركة فاتشي كام تلح الحلقة الجاية إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته